موسيقى في هذا التجمع الكبير التي أقامته كنيسة مارفرام في واشنطن للجالية العربية والعراقية تأبنا على روح أرواح شهداء سيدة النجاة في بغداد أريد أعرف شنو اللي تشعرون به هناك جالية عراقية متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية بمصاب العراقيين في الداخل بداية أنا أحب أشكر قناة الفيحاء اللي انطتنا الفرصة حتى نعبر عن مشاعرنا عن حزننا استقبلنا هالأخبار هذه أبناء شعبنا أبناء كنيستنا راحوا شهداء في سبيل كلمة ربنا يسوع كل ذنبهم كانوا راحوا يصلون من أجل السلام بعراقنا المجروح اللي صار ليينزف دم تقريبا أكثر من سبع سنين أحب أعزي أهالي الشهداء كلهم أقول الله يرحمهم الله يقوي أهاليهم وينطيهم الصبر ما كنا نسمع بهذه الأخبار حقيقة قبل لأنه كلنا عراقيين وكلنا شعب واحد أخوة نعيش بسلام وحبة تربينا على هالأخلاق تربينا على هالتقاليد أهالي الله يسامح اللي اللي كان وراء هذا الشيء وأهالي ينطي الأمن والسلام لأبناء شعبنا أقولهم أهالي الله يحميهم ما ريدهم يطلعون بس لأنه الوضع صار صعب عليهم الزمن صعب عليهم أهالي الله يقويهم يخليهم هناك بلدنا يكملون مسيرتنا يكملون مسيرة نشر كلمة الرب بكل أنحاء العالم وبعراقنا ليش هي شي يساوون بعراقنا شيرون يريدون الجهات الخارجية الدول الجوار ش تريد من عندنا نحن شعب انطيناهم الحضارة من قبل بالتاريخ وانطيناهم المعرفة هسا الكل يغارون منا من زمن من الفرس ومن الدول العربية إن شاء الله يعوفون عراقنا بحالة يعيش الأمن يعيش شعب الديمقراطية والحرية اللي أخذها هسا ويكون دايما شعب حر شعب مؤمن يحب السلام ويحب الأخوة لكل الناس هذا التجمع الكبير هنا في واشنطن في كنيسة مارفرام الجالي العربية والعراقية تنديدا بالإرهاب والعمليات الإرهابية التي طالت أبناء شعبنا العراقي وأيضا أبناء كنيسة سيدة النجاة في بغداد احنا لاحظنا الأخبار العراقية الأخبار الدول العالمية على مود وكلنا أسفين وعلى مودة صار القتل والاختيال كلنا أسفين على هاي الظروف بس نطلب من الجهات المسؤولة بهالقضية يساعدون جماعتنا هناك لنكون معراقيين ويشتغلون قلب بقلب ويخلون شوي قوات أو جيش أو ثلاثة أربعة مساعدين حول الكنيسة حتى يقدرون الناس يروحون هناك بأمان وإحنا كنا عراقيين ويجب أن نشتغل بواحد إذا ما نساعد أحد بعد رح نوقع بمشاكل هواية كبيرة بالمستقبل فقلبنا يروح للجماعة بكل الجماعة أي مكان مقدس إذا جامع أو إذا كنيسة وإن الناس تتهجم عليها إحنا قلبنا يروح عليهم لأن مكان مقدس الناس يروحون هناك حتى يصلون وحتى يذكرون الله فنطلب من الجهات المسؤولة شوية تكون واعية على هاي القضايا ويساعدون كل المكان المقدس وخلونا حماية شديدة لها المكان المقدس لأن إذا ما تخلونا الناس يحافظون على هاي المناطق راح دول الإرهابيين راح يهاجمون على هاي المناطق ويشوفون ماكو أحد هناك هاي فرصة كل شي زينة ويهاجمون على هاي المناطق فهي لذكرها هاي مو إذا ما تخلون جماعة يراقبون الكنايس رجعا راح يصير هجومات أخرى ونمر مشاكل هواية كنا الزعراقيين فأطلب من المسؤولين بهذه الجهات من كل قلبنا ورجعا رجعا ساعدون العراقيين كلهم بدون تفرق الأب فادي أنت ككاهن ورجل دين مسيحي كيف تنظر إلى الوضع الحالي داخل العراق وهل هناك مساعدة حقيقية من رجال الدين خارج العراق مثلا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لمد يد العون للعراقيين أو الحكومة العراقية لمساعدتهم ضد الإرهاب الذي يطول جميع أنحاء الشعب العراق ما هو واضح بالأمر حقيقة أن مسيحيي الشرق الأوسط لم ولن يستعينوا في الغرب من أجل حل مشكلاتهم دائما مسيحيي الشرق الأوسط كانوا يلتجئون إلى الحكومات المحلية لكي ما تساعدا على حل مشكلاتهم وإذا أراد المسيحيين التجاه ربما كانوا يلتجون بالغرب منذ ليس الآن بالوضع الأمني المتدهور في العراق ولكن من قبل حقيقة أيام المجازر التي حدثت وخصوصا في الحرب العالمية الأولى ولكن المسيحيين دائما كانوا يلتجئون إلى إخوانهم في الوطن الواحد وللحكومات المحلية لحل هذا النزاع وأنا كرجل دين مسيحي نعم أنظر إلى الأمر على أنه عمل شيطاني من الشيطان ومن أعوانه حقيقة لزعزعة هذا الاستقرار الموجود وهذا النسيج الاجتماعي الذي كان وأصلي أن يكون حقيقة متوافر دائما في العراق ما أريد أن أقوله أن المسيحية دائما تعلم المحبة وتعلم المغفرة قول السيد المسيح أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم صلوا لأجل الذين يضطهدونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات قول صريح وواضح أن المسيح عليه أن يحب أخوه وأخوه هنا ليس بالمعنى المسيحي الآخر ولكن يحب كل شخص حتى عدو وعليه أن يحبه وبهذا حقيقة المسيح هو إنسان مسالم لم نراه في الشرق الأوسط يحمل السلاح ويقاتل في الوطن الواحد صلاتنا أن الكل حقيقة المجتمع العراقي بجامع أطياف مسيحيين ومسلمين يأتون إلى عبادة الله الواحد وتنتهي هذه الموجة التكفيرية الموجودة في الشرق ويتعايشون على أنهم أبناء وطن واحد وأبناء ملة واحدة الأب فادي تتوقع أنه أكو حلول من رجال الدين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الدول الإقليمية وأيضا دول الجوار التي تشارك في عمليات الإرهابية داخل العراق أو هناك ضغوطات لتدخل الأمم المتحدة أو تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل حاسم داخل العراق على ما أعرف حقيقة في واشنطن الكثير من الجمعيات المسيحية حاولت اللجوء إلى الحكومة الأمريكية منددة وحقيقة كمان تطلب أنه توفر الأمن لسيما المسيحيين لأن الجماعات كانت مسيحية التي التجت إلى الحكومة كان الرد سلبا حقيقة أن الحكومة الأمريكية لا تدخل في الشأن العراقي بهذا الشكل نحن كرجال دين نتضامن مع المسيحي الشرق الأوسط بالطبع ويهمونا كما يهمنا أي إنسان بريء يموت في العراق كان مسيحيا أو مسلما على ما أعرف أن هناك بعض المنظمات المسيحية قد خرجت أو ستخرج في مظاهرات في واشنطن من أجل المسيحيين الشهداء الذين ماتوا وأيضا على ما أعرف أن الكثيرين من اللجان المدني اللجان المجتمع المدني تندد وتكتب وبالصحافة المقرؤة والمسموعة منددة فيما يحدث ونحن كرجال دين بالطبع نوافقهم على الرأي ونطلب من الله إلى هنا هو حلال الحلول هو الذي قال إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناءون الله إذا لم يبني هذا البيت البناءون يتعبون مشاهدين شاهدتم هذا القداس الذي أقامته كنيسة مارفرام في واشنطن على روح شهداء ضحايا الإرهاب في العراق أتمنى أن ألتقيكم في حلقة قادمة أنا هيفاء الحسيني أستودعكم الله وإلى اللقاء شكرا